بحث وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلم خلال زيارته لدولة بورندي أشقيقة مع وزير البيئة والزراع والثروة الحيوانية البروندي سبل تعزيز التعاون بين البلدين خلال اللقاء أكد الوزير حرص مصر على استمرار دعم قطع الانتاج الزراعي البروندي الذي يليه رئيس البروندي اهتمامه الفائق وكذلك دعم قطع الري وتحديثه والاستخدام الأمثل للموارد المائية ببروندي حتى تصبح الزراع قاطرة تنمية بها كما أعرب الوزير عن تقدير مصر لموقف بوروندي الداعم والمساند للموقف المصرية في قضايا المياه مشددا على حرص القاهرة على دعم أواصر التعاون بين دول الحوض من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفع المتبادلة لدميع الأطراف